اقر واعترف كتير كنت قابل ناس يقولولي مثلا انزلوا الشارع سيبوا الاستوديوهات المكيفة وانزلوا وشوفوا الناس كنت اقولي يعني ما احنا عايشين في الشارع وبنركب يعني نمشي في نفس الطرق ولكن امبرح فعلا او النهاردة عفوا لما رحت الفجالة حقيقي فعلا انا اعتذر او يعني اتمنى ان يكون لدينا اعلام الشارع انا شخصيا لو قدر لي ان يطلق يعني او يعني اقود حملة اسمها اعلام الشارع او ده اعلام الشارع يبقى لي شرف كبير ليه حقيقي لما بنسمع من الناس والمريض نفسه صاحب المسئولية لما تشوف ربة اسرة مصرية بتسمع لك مصروف بيتها عمل ازاي لما تشوف اب بيحكي لك معاناته بالتفصيل وعنده حلول لمشاكل التعليم كأنه وزير التعليم يعني بيكلمك في ادق التفاصيل احنا فعلا بنستفيد من الناس دي وبنتعلم من المواطن عشان حتى لما نجي نعرض هنا يبقى كونا خلفية لائقة تاني حاجة اتمنى بشدة بجد لازم نقف جمب بعض يعني بصوا الاسعار غلية المستلزمات المدرسية اسعار مرعبة الاب النهاردة عايز مبلغ فلكي عشان يكفي اولاده اولا السادة المدرسين بلاشوا النبي لستة جهاز العرايس اللي انتو بتوضعه على يال دي واربعة وعشرين جلاد مش عارف ايه يعني خفوا شوية مش لازم نضغط اكتر من كده تاني حاجة ياريتك يعني مع كامل الاحترام للبس العيد اللي بنوزعه وشنطة رمضان ما تيجي نبتكر ونخترق حاجة اسمها شنطة المدارس ما تيجي نعمل لنا شنطة كده تجار الفجالة شنطة مدرسة كاملة متكاملة فيها كراسات وفيها اقلام وفيها كل حاجة وتبقى مثلا على بعضها كده بتلتميج جنيه وانا شخصيا وغيري وغيري نجمع مبالغ يبقى انا عايز مثلا خمسين شنطة مئة شنطة مدارس مئتين شنطة ونوزعها على المحتاجين وحتى لو هم تحسبهم اغنياء من التعفف تعالوا نعملها زي فيلم حرامية في كي جيتو ونخبط نقولهم انتو كسبتوا شنطة المدرسة دي هدائية فقرة قد تبدو سازجة ولكن اتمنى نقف جنب بعض الاسبوع اللي جاي صعب قوي على الاسرة المصرية وتعالوا نشوف التقرير شوف احمد سالم في الفجالة ودينا عبد الكريم مع وزير الادارة المحلية دكتور هشام الشريف ونشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم مشاهدة سعيدة